بسم الله وصلاة ومسلامه على رسول الله الله مخفر لأبي وأمي وموت المسلمين أجمعين أنا مارو حماد وهنا نادي كل الستات كل عام وإنتم بكل الخير والصحة والسعادة رمضان كريم عليكم هنقدم في الفيديو دوة مينيو لأكلات رمضانية اتنين مينيو اختاري منها لنسبك ينسب ميكانيات بيتك ينسب طقطك لنك تعملي من غير تبزير ولا تكليف شهر رمضان زي أي شهر احنا بنأكل مواقبة واحدة بس تعتبر والصحور يلا نبدأ وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم الأولاني في المينيو الأولاني بلح وارقسوس مكرونة بالبشاميل لبنيه وصلطة وقنافة والصحور فول بالزيت واللمون وجبنة وشريح تماطم وخيار وزبادي شيل بقى وبدلي زي ما يعجبك تاني يوم في فطار بلح ودوم بطاطس محشية وصلطة وباقي الكنافة والصحور فول وصلطة جبنة قريش والتماطم والخيار مع الزبادي ممكن النهاردة يكون فول بتحينة يوم يكون فول ببيض الفطار في ثالث يوم بلح وخروب سمك ورز السمك وصلطة خضرة وصلطة الطحينة ويم هلبية والصحوء والرفول وجبنة وطماطم والخيار برضو والزبادي الفطار الرابع يوم بلح وسوبيا وراء عنب وملوخية وفراخ وصلطة الزبادي وباقي مهلبية أمر الدين وفول بالطحينة ده في الصحور وبطاطس محمرة وزبادي اليوم الخامس بلح وكركدي أصابع الكفتة بالبتنجان وصلطة والصحور فول بالبيض وصلطة الجبنة القريش والخيار مع الزبادي اليوم السادس الفطار بلح وتمر هندي وصنية بطاطس ورز معمر فراخ صلطة ورز باللبن الحلوء والصحور بدء أملت وجبنة والزبادي والخيار اليوم السابع الفطار بلح وعصير برطقان مقارونا وكبدة بنية والصحور بدء مسلوق وجبنة وكمان معانا باقي الرز بلبن في الحلو اليوم الثامن الفطار بلح وعصير جوافة وكباب حلة ورز بسمتي وصلطة وقطايف في المكسرات والصحور دست بالجبنة والخضار وزبادي اليوم التاسع بلح وعصير منجة وصنية بوفتيك في الفرن رز بسمتي وصلطة وصلطة فواكه والصحور جلاش بالجبنة وشريح تماطي ومخيار أنا شايف جلاش بالجبنة ده أوفر في الصحور الفطار بلح القسوس كفتة داود باشا والرز وصلطة وقطايف في القشطة والصحور فول بالسجوء وده برضه أوفر وحمودة وجبنة وشريح خيار وزبادي ممكن الفول بالسجوء ده يكون في الفطار اليوم الحداشر بلح وعصير لمون ومحش كوسة وبدنجان وفراخ وكريم كراميل للحلو والصحور شريح خيار وجبنة وزبادي اليوم الاثناشر بلح ومز باللبن وكفتة رز مع رز وصلطة ده وصنية بسبوسة والصحور كفتة بطاطس وخيار وجرجير كفتتين في يوم واحد يا فوزية اليوم الاثناشر بلح وجوافة باللبن وبامية ولحمة ورز وبدنجان مخلل والصحور بدق أملت وجبنة وخيار وزبادي شايفة نعم وصممة ايه على موضوع الزبادي ده اليوم الاثناشر بلح ورقسوس وسمك مقلي ورز وصلطة الحلوة اي فاكهة موجودة الصحور بطاطس محمرة وجبنة وخيار وزبادي اليوم الخمستاشر الفطار بلح وصبيم سقع بالبشاميل وصلطة وقنافة والصحور فول وصلطة جبنة وجرجير وزبادي تقريبا في حد بيطفطن في المينيو ده اليوم الستاشر بلح وعصير فراولة وكفتة مشوية ورز بسمتي وصلطة خضرة وطحينة ومعنا باقي القنافة قبل كده والصحور برضو فول بالسجوء وجبنة وخيار وجرجير اليوم السبعتاشر بلح وضوم كفتة بيد مسلوق صنيت جلاش بالجبنة وصلطة جلاش بالمكسرات الصحور فول بالسلسة وجبنة وخيار وزبادي اليوم التمنتاشر بلح وخروب وصنيت سمك ورز وباقي الجلاش وفول بالتحينة وجبنة وطماطم وخيار وزبادي اليوم التسعتاشر بلح وعصير مانجة فسولية ولحمة ورز وصلطة وشربة وكتل فواكه والصحور فول بالطماطم وبيت مسلوق ولبن رايب اليوم العشرين الفطار بلح وعصير مش مش وصنيت جلاش وبنيه والصحور طاجن فول بالسلسة وصلطة الجبنة وزبادي بالموز اليوم الاتنين والواحد وعشرين بلح وكركديه ولوبيا ولحمة ورز وشربة وباقي المهلبية والصحور فول وجبنة قريش وطماطم وخيار الفطور بلح وموز باللبن وكبد اسكندراني ومقارونة صلطة وقنافة والصحور فول وصلطة جبنة وجرجير وزبادي اليوم التلاتة وعشرين بلح ولمون بالنعناع وكسب البشاميل ورز صلطة مع باقي القنافة فول بالطماطم وبيت مسلوق ولبن رايب اليوم الخمسة الاربعة وعشرين بلح وضوم ومحش كرمب وفراخ وشربة وقطيف بالمكسرات فول بالطحينة وشبسي وخيار وجرجير وزبادي دوت للصحور اليوم الخمسة وعشرين البلح والعرقسوس بسلة لحمة رز صلطة وقنافة بالموز مني بيتزا وجبنة وزبادي قصدي ده للصحور الفطار بلح وخروب وكفتة فراخ مقارونة وصلطة وباقي القنافة والصحور بطاطس مهروسة بالبيت وجبنة وزبادي اليوم السبعة وعشرين الفطار بلح وبرتقان بني بطاطس محمرة صلطة خضرة وطحينة والصحور فول وجبنة وشريح تماطم وخيار وزبادي اليوم الثمانية وعشرين الفطار بلح وجوافة باللبن وكفتة محمرة مقارونة وصلطة جلاش بالكاسترد والصحور فول بالصالصة وصلطة جبنة وزبادي بالموز تسعة وعشرين بلح وعصير مانجة وصنية بطاطس ورز وشربة وباقي الجلاش والصحور فول بالصحينة وشبسي وخيار وجرجير وزبادي اليوم التسعة الثلاثين بلح ورق سوس محش ورق عينب فراخ وصلطة وكل عام وانتم بخير استنوا كده عشان هنقولحك حبة كلام مهمين المينيو ده بيكون اختيار صاحبته حسب هي بتحب تعمل ايه في بيتها بيأكل ايه بالمفضل بالنسبة لو فيه ناس فعلا بتحب الاكل يكون جاف كده فيه ناس بتحب طبيق كتير لازم وحاجات مسبكة فيه ناس اساسي بالنسبة لها المحشي والبط اول يوم في رمضان واخر يوم بيكون الرنجة والفسيخ فهي الفكرة ان حبة افكار بنقدمهم لك بس مش اكتر فيه ناس بصحبة المينيو ده اساسي بالنسبة لها الزبادي جدا يعني ان الزبادي بالنسبة ل يومين ثلاثة مش اكتر من كده لكن اساسي بالنسبة ل البطاطس المحمرة كل يوم احنا بنقعد شهرين بعد رمضان ما نعملش البطاطس المحمرة دي ما نشوفها لاش تاني بس عشان الولاد صغيرين وبيحبوا هم البطاطس المحمرة بس صغيرين اوي يعني ما شاء الله معايا واحد راجل ربنا يحفظوا يحفظهم جميعا يا رب بس بيحبوا اكتر بيميلوا البطاطس المحمرة في الصحور فاخدي الفكرة اخدي كم طبق كده ينفع ان انت تعمليهم في ناس فعليا بتبقى محتارة اوي 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 فما تسافهش من الموضوع وان شاء الله الفيديو يكون عاجبك وهنكمل في المينيو التاني ياريت لو ببطلة ووصلت معايا لغاية هنا تكوني عملتلنا لايك للفيديو نخش على المينيو التاني بقى واول يوم ورق عنا بورقاء باللحمة المفرومة فرق محمرة شربت لسانة عصفور سلطة خضرة وامر الدين والحلوة اطايف بالنوتيلا ده شغلة قيل اليوم التاني مكرون قبل شمالة وسامبوسك بوفتيك وسلطة خضرب الميونيز والشور وصوبيا والحلو كنافة مفيش منع يا جماعة نحنا بنكمل يوم من يوم تالت يوم معانا رز بالخلطة وكفتة الحاتي اطايف بالجبن الكيري وسلطة الطحينة والمشروب كركدي الحلوة بقية الكنافة بتاعت انبارح وممكن يكون بقى فراخ من انبارح برضو شغلة رابع يوم بامية باللحمة طوغن الله بامية باللحمة رز وصلطة ولمون مخل سامبوسك لحمة وطمري هندي والحلوة مهلبية امر الدين انا عايزة اروح لصحبة المينيو ده وقت عشان البامية اليوم الخامس رز وملوخية فراخ محمرة جلاج بالجبنة صلطة بلدي بالبنجر خشاف والحلوة مهلبية امر الدين تاني اليوم السادس جرتان بطاطس وفراخ بالكريمة رز بسمتي اصفر بالمكسرات والصلطة كولسلو عصير برتقان بالجزر والحلوة كنافة تشيز كيك اليوم السابع مسقع باللحمة المفرومة بالبشاميل وعيش وصلطة بابا غنوغ مشروب الكركدي والحلوة قطيف المكسرات مسقع باللحمة المفرومة بالبشاميل دي لا حدش هنزل صليطة رويح اليوم الثامن محش بدنجان فلفل وكوسة شيش طاقوق مخلل بدنجان عصير منجل حلو رز بلبن بالمستيكة بيبقى طعمه مختلف جداً اللي بالمستيكة ده سبحان الله بتقلب الحاجة رأساً على عقب والجماد اليوم التاسع ماكرونة بالسلسطة طاقوق بالجبنة بطاطس محمرة ومخلل عصير برتقان بالفراولة والحلو باقي الرز بلبن ويعتبر دوت يوم اقتصادي لحد ما اليوم العاشر صنية بطاطس بالكفتة او باللحمة ورز وصلطة خضرة وبتنجان مخلل والكركدي والحلو بلح الشام اليوم الحداشر الثلاثاشر قصدي فراخ محشيه بالجبنة واخدار سوته وبطاطس بوريه سنبوسك بالجبنة والفلفل والبسترمة صلات الزبادي بالخيار عصير لمون بالنعناع والحلو باقي البسبوسة اليوم الثلاثاشر كوسب البشاميل وعيش صلاته خضرة ومخلل طمرهندي والحلو قطايف اليوم الاربعتاشر اليوم الاربعتاشر شكشوكة وبطاطس محمارة وعيش صلاته بلدي ومخلل عصير امر الدين الحلو قطايف بالمكسرات وده يوم برضو شعبي كده وجميل اصلا اليوم الشعبي دوت بيأكل اكتر من اي يوم تاني الخمستاشر فراخ مشوية بتاع من فحم وصوص البربكيور والزاصفر بالكاري والمشروم والبسلة فطاة يرمي عليه بالبصرمة والجبنة صلاته قدرة والحلو مهلبية طبقات او كنافة اليوم السلتاشر حقاشي لحمة بقطع السجوء وبطاطس محمارة ومخلل عصير لامون بالنعناع والحلو كنافة ايس كريم ممكن يكون بقي حلو من مبارح اليوم السبعتاشر سمك في ليه مقلي ورز وملوخية بالجنبري صلات الطحينة وعصير لامون والحلو برضو معانا لسه الكنافة الناس دي مؤثرها في حق الاضائف اليوم الثمنتاشر كبسة بالفراغ بصلة خضرة عصير برطقان والحلو امه علي اليوم التسعتاشر سندوتشات بطاطس محمارة طومية بابا غنوج كركديه الحلو قطايف سادة يعني فكروا يععملوا قطايف عملوها سادة اليوم العشرين فسولية ورز بالشعرية صلاتة خضرة بالميونيز سمبوسك بالجبنة عصير مانجا الحلو كنافة بالاشتار كدابة اليوم الواحد وعشرين شاورمت فراخ عربي وبطاطس محمارة ومخل الخيار وطومية وعصير طمري بالكركديه والحلو باقي الكنافة اليوم الاثنين وعشرين كباب توركي ورص بالمستيكة بطاطس ويليجز صلاتة خضرة بالجرجير والرمان عصير برطقان الحلو ديسباسيتو كنافة اليوم تلاتة وعشرين فراخمة شوية ومحش فلفل الوان وعلي من فوق طبقة موزاريلا وفطاير مقلية بالجبنة والبسترمة وصلاتة خضرة عصير مانجا والحلو باقي الديسباسيتو اربعة وعشرين كشري مصري عصير لمون بالنعناع والحلوة عشورة بالميستيكة لديهم وفرة من المستيكة شارف المستيكة سعرها نار ربنا يرزقنا وإياكم يا رب اليوم الخمسة وعشرين سندوتيتش هورمة لحمة او فراخ بطاطس محمرة وخيار مخلن عصير كاركا دي الحلو باقي العشورة بس ممكن نحط عليها ايس كريم او رشة كنافة محمرة فكرة حلوة اليوم ستة وعشرين فراخ بصوص الهانيب موسترد ورز ابيض وغضار بالاعشاب والعصير طمرهندي والحلوة قطيف بالايس كريم ورشة كنافة محمرة بتبقى لذيذة بصراحة اليوم السبع وعشرين هاوش اسكندراني وبطاطس شبسي مخلل وطحينة وجرجير عصير برطقان بالجزر والحلوة موتون كيك بالايس كريم وممكن نحط بقى كنافة برضو حمرة تمانية وعشرين سندويتش بتصمح حمرة في العيش السول ومعها قطعة قطعة بتنجان مخلل ميونيز وكاتشاب وكده بقى احلى سندويتش طبعا معاهم جرجير عصير كركا دي وصوبيا والحلوة كنافة اليوم التسعة وعشرين مقارونا مستلق اللي بالمشروم او بالفراخ او بالسجوء سنبوسة الجبنة صرت اتخلار بالميونيز عصير كركا دي والحلوة باقي الكنافة السادة مع ايس كريم او نيتولة تلاتين سندويتش طعمية او تونة او جرجير كل موجود اي عصير يتشارب كل عام وانتم بخير